أعلنت نيكست خمسين شركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها أن الأعمال الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تفعيل تقنية المقاييس الحيوية في مطار أبوظبي الدولي تسير على قدم وساق خاصة في مناطق تسليم الأمتعة والبوابات الإلكترونية وبوابات الصعود إلى الطائرات وبذلك سيصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد الأول والوحيد على مستوى المنطقة الذي يتم فيه تطبيق تقنيات المقاييس الحيوية عبر جميع نقاط اتصال المسافرين